النهاردة كل القنوات في بث واحد احتفالا بكريستيانو رونالدو قطعوا البث في كل حاجة حفلة تقديم للصورة كريستيانو رونالدو لاعبا جديدا لنادي النصر بث في كله بص عاجل نادي النصر يقدم وما له صورة في الشوارع وكل حتة تلاقي اليوفق بتاعت كريستيانو وهلا هلا هلا وطلعوا لها وطلعوا الجورجين القتناء الان عن موضوع ده كلمتكم فيه 48 ساعة وجورجين الحمد لله اعتبروها زوجته عشان تتنسب مع المشهد يا عم دي ده مشهد نزول كريستيانو وصاحبه اه قصلي وزوجته الملعب هي وولادهم يا عائلة كريستيانو رونالدو اهلاً بكريستيانو رونالدو وعائلته في الوضع العمير الله الله ام كريستيانو ترضى عنها بعد ما لبس تلعبها يا بقى وترضى بالجوازة انا مش فاهم انا مش عارف يعني مش عارف اخش الموضوع من ايه بس مش مهم اخش كلكم عارفين المهم دي جورجينة حياة بعد حياة صاخبة الحمد لله وصلت لأرض بعيد الهزار ارجوك اذكر مقدمة الامس بخصوص هذا المشهد بتاع كريستيانو المهم مشهد فوق الخيال لاستقبال رونالدو وصاحبته قصلي وزوجته واستقبال حافل في المملكة ان شاء الله زي ما حد بعتلي قبلها وقالي انت ليه بتكلم على الكريستيانو كده ده ان شاء الله هيخش الاسلام ان شاء الله ربنا وفقكم جميعا ان شاء الله ان شاء الله ربنا وفقهم كريستيانو مش هيستحمي البيئة دي ده كلام اخوك الصغير سيبك منه خالص ورميه في اي حت بس بقى فتكره لما يحصل او لو ما حصلش قول انك مش فاهم كريستيانو مش هيستحمي المهم المشهد ده طبعا عكس كل القوانين في السعودية اللي بتاع كل حاجة كل حاجة انت فاهم كله بكابسة زر شان كريستيانو يدهس على واحد من اهم القوانين في السعودية الباقية وهو منع يعني الحاجات اللي مش كويسة وقت المونديال قطر حاولت قطر القد ما تقدر انها تحفظ على الهوية الدينية للدولة عملت حاجات دايقة الدولة الغربية جدا لكن في مشاهد رونالدو في ارض البطر بيدس على كل حاجة سعودية انا وانت وكل اللي قاعد كله عارف ان القوانين في السعودية بتحرم للاقات خارج الزواج رجمه وجلده بيقولك بيلغوا الجلدة وهيلغوا بسيبقى حبس وهم فيها قوبة شديدة في هذا الموضوع كانت السعودية بتتحال على ده ازاي عشان اقولك اكون امين يعني صراحة كان بتعمل كومباونت للاجانب في الظهران في الدمام في الحتة في الرياض ياخدوا فيها السفرة واللي بتقول البترول وهنسيه اجانب بتاعه وكزا ليه يفيلوا عليهم بتجاعتهم بتاعه مخلص من الصداع ده بس الشخصيات كلها مكانية شهيرة فكل حد كان بيعادي بيمشي بقى يمشي زي ما عايز يجيب يجيب اللي هو عايزه ويقعد معه اللي هو عايزه مفيش اي مشكلة خالق ليه لان احنا عاملانه كل ثقن كثف وبانيا تامح هل الجاني مسجون في سواء كان سانوان محمد انا لو جلت سبعين اذا كان غير غير المواطن معرضا لخطر خطر الترحيل ترحيل تفهم من بؤك ترحيل اعوذ بالله اعوذ بالله فيش حاجة اسمها علاقة خارجة في السعودية او كان كده او كان كده فانت الان تتعامل مع هذا المشهد على انه طبيعي لا انا مش عايزة تتعامل انه طبيعي لا تتعامل معانه طبيعي انا كمواطن سعودية يا ابني هتعامل معانه طبيعي احنا بنعمل استثناء للدون طب المواطن السعودية هتعامل معاه ازاي يعني اللي هيحاول يسلك هذا المسلك اهلا بي يعني ايه الوضع انا بجد والله خلي بالك انا انا يعني في هذا الموضوع احنا مجرد انعكاس ليه الرسائل اللي بتجيه لنا كتير جدا جدا من احنا بفضل الله قرص السعودي في المربع الذهبي بالنسبة للمتابعين مربع الذهبي يطلع تاني يطلع رابع في شهر انما مربع الذهبي بتعارف احصائيات المواقع سوال يوتيوب او الفيسبب تقولك انت مين بيشوفه فين وازاي وبلوغة هي وقصة في السعودية مربع الذهبي ما كانتش التاني تخلقش على الرابع مربع الذهبي بيحوي هو برضو هزلم من الاردن يعني هو المغرب الجزائر السعودية ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الأجانب اللي شغالين والآخرين المصريين وفبنيين وكل الجنسيات هتلغلهم القانون برضو في حاجة اسمها استثناء لنونالدو بقولك مشهد هراء واحدة العبرية تحاول تدرع الموضوع واللي جان عمالين ينشروا صور فوتوشوب ان السعودية اعتبرتها قالوا اعتبرتها اعتبرتهم أزواج وبيطلعوا بتاع الجورجينة انها زوجته خلاص الستة بصراحة صدمتنا انا ما كنتش عارف حكاية عباية الوضع اتغير كتير حقيقة احنا بنوفق رسيم في الحلال جورجينة بتشغل السعوديين وهدي صورتها بقميص نادي النصر لان مؤمن بالعباية بقى قميص نادي النصر ايه خلاص دي بقت قديم بص دي هويت دي العبرية جماعة بتنشر العبرية بتنشر وانشغل السعوديين ومعرفش ايه وقصة والرواية طيب ايه بقى البطاقة دي جورجينا رودريجيز هيرنانديز اهلا بيك اهلا بيك رقم ما عرفش ايه مكان الاصدار جوزات الرياض جنسية ديانة رقم رب الاسرة رب الاسرة ميلاد اربعة وتسعين تسعين تسع وعشرين سنة اه جريستيانو صلة القرابة زوجة بس بستمحلها بالعمل بس بستمحلها تكون زوجة يعني بصراحة دقيقين جدا يا اخواننا السعادين بتاعنا اه احنا ما عندناش هام مرحمين يا مش هتشتغل يا طب بالنسبة زوجة يا جماعة زوجة يا جماعة المشكلة للموضوع ده معروف في العالم كله قالك احنا اعتبرناها بقولك خلاص انت مال محمد المسلمين هيدفع المهر قاعدة ان شاء الله كده ويحاول يقنع امها وبتاع بقولك مش هده رائي زي احتفلات السعودية براس السنة كده اللي كانت اكتر من اوروبا نفسها الإحدين في القلبة هو اللي قاعد في أوروبا يبعتولنا يا جماعة أنت ما تنزلش رقم الواتس أبي يا أخي تنزله على طول للناس بإلياء عليك يا عبدال يبعتولنا يقولولنا المشاهد دي اللي عنده احتفالات أقوى من الاحتفالات اللي حصلت فيه أرض الحرمين في أوروبا احتفالات رأس السنة ييولينا بيها قد نكون مخطئين ولمه كله اتدفعت اما بلغ مهولة مهولة الحفلة انت شايفها دي بتاعت المطربين والمطربات وحطوهم جنب بعض وكلهم مشتاقين بعض ومليون مشكلة افهم عشان دول يتحطوا مع بعض يعني مسلا دول كل حد خد كل حاجة نفسه فيها ما مشاركة تيريو تالنت بوسع داك افهم عشان المسرح ده الستيج ده مدفوع فيه بلغ مهول لهو ايه إليسا لا انا مش عايزة فلان لا حضرتك بقى لش فلانها تبقى موجود احنا كنا بنتكلم في كام في الربع لا خليهم نص وطبيعي بعد كمية اليغمة طبعا المشاة ده لم يحدث في التاريخ لان انت عارف ابناء المهنة الوحدة بيبقى فيهم طبيعي يعني كل واحد من دول ستار في مجاله وفي بلده وفي منطقة كلها وطبيعة البشر يعني في اي حد لما ابناء المهنة الوحدة صعب فبلاك المهنة جيبها لما تكون مطربين وكده ومطربات فالوضع بيبقى صعب جدا لكن الفلوس خلت الكل يتغضب ويتجاوز كل حاجة كل حاجة وطبيعي بعد ما دفعنا الفلوس دي اللي مفيش حد كم من مناقشته فيه مطلب عشان يقبل ما سيطلب ويتجرع كل شيء والكل تجرع الحمد والله في مشهد سعودي جامد جدا طبعا يطلعوا يغنوا للسعودية أمو العرب ويغنوا لسلمان وابنه واحنا مش متأخرين يعني احنا مش متأخرين الكل شارك في هذا المشهد الهرائي خطوة جاية مباشرة لقب أم الدنيا بتاع مصر هيتاخد خدت مصر كل حاجة ومصر مش مناف اي حاجة حقيقة مصر المختصبة اي حاجة دياخد اي حاجة اي حاجة المهم الاصابة تعيش الاصابة تعيش الملك وابنه بيفرضوا سطوتهم على المنطقة حقوه بعد ما كسروا ركب مصر لما ركبوا على مصر أوسخ ما فيها فيفعلوا ما يحلو لهم وبقد ممبر الحرمين وممبر الشياطين السعوديين مصدومين باحتفالات كريسماس في المملكة العربية السعودية هابي نيو يير ما يقش مخططاتك في النوير بيحتفل وليد جنبلاط واشتخرك في النوير منزين سالتك اللي راحت يوم يوم تحتفل بالسنة دي فيه ناس تطلبك فلوس وعليك مخالفات وشون لك خلق تحتفل ولانه فينا فقر مناسبات فينا فقر عائد قمنا ندخل مع العالم مشكلة انها عياد عقائدية عيد الفص عيد القديسين فيه ناس شهرين اشترد كريسماس ابوكم تاعة تشرب زنجبيل وانتم تحتفلين بكريسماس ويدري عنكم ابوكم مشكلة ذاللي حتفل بالكريسماس ينوم في عيدة لطحة فيكم مشكلة فيكم فيكم تبون تسوي المناسبة اشتمع وسمو يوم مزع الفرحان ما يكم دخل فيه في عيدة يوم حيد القرن عادي مش تأخرك في عيدة الفصح عيدة يوم تنحي مدلوش وحتفل يوم مدلوش احنا هنكوش على كل حاج واقولها لك مخلصة منتهى التشفي منتهى التشفي من سلمان وابنه وهم بيروا مصر بتتزحضر وهم بياخدوا منها كل حاجة الغث والسمي الحلو والوحش المهم ده الهدف والغاية قول اللي انت عايز تقوله لا يا مهد بتلك ادا ما كنتش اقتنعت بيننا الايام ده كل حاجة خطة مشت خبقرية كل اتفاق فيطلع واحد مش انت كنت بتقول ان المخطط اسرائيلي والامارات خطة اسرائيل وما لها السعودية حضرتك السعودية اللي قال عليها ترامب عايزين اسرائيل ولا مش عايزين اسرائيل عايزينها ولا مش عايزينها لولا السعودية مش هيبقى في اسرائيل لما كان بيدفع على ابن سلمان لما كانت الدنيا ديقة بسبب خشقدي راح كله في الوبا الحمد لله حمد لله حمد لله فمنتهى السعادة والتشفي كل حاجة بتتاخد